هنا عبر هذا الحي القزديري الواقع بقرية بن هارون ببلدية جباحية بولاية لبويرة تعيش أكثر من ستين عائلة حياة ظنكة منذ أن تم ترحيلها من طرف الاحتلال الفرنسي إلى هذا المحتشد الاستعماري الذي تنعدم فيه أبسط ظروف الحياة العادية رانا مثمانية وخمسين وإحنا هكذا المساكن هذه رانا مهددة بالانهيار يعني مئة بالمئة في أي لحظة قادر يطح علينا هذا الديار راكم شفتوا الانشقاقات راكم تشوفوا بعينكم وهي الفوتو أحسن دليل احنا نطلبه من السيد الوالي إن شاء الله يجي لنا زيارة ويأخذ بعين الاعتبار هذا المحتشد عندي عشرين سنة من اللي درت الدوسين وحطوني مئة راني جريت 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 ما جيت نصدر الدوسين تاعي حتى كليت ساعدة باهو اللي تصدرتو وضركوا تكهاك وشوفوا حالك راني قطوا نبن باتن قحر فيها بعد نصف قرنين من المعانات وبضبط سنة 2010 شرعت السلطات المحلية في تسوية وضعية المقيمين عبر هذا المحتشد إلا أن العملية تم تجميدها بسبب خلاف في الحقار إحنا وش قالونا؟ إحنا قالونا نعطولكم مهناية نسوولكم وضعية لكم تبنوا في آخر بوقت كل خطر يقول ناس مهنا الجاي أشهر الجاي ومبعد النس كالي قالوك ما نسويش فضعيتي عطيني بالباطيما قالوك التنبات عطيني شيء في باطيما نعطولكم من 2010 عطاونا جمنا كواغط تعال هاد بللي بيحلونا نبنو صحنا ما فيه حتى وين مشينا قينا حاصلا الزكت ما كاش هادو قاعدم اللي بابرخس بينا ربدو درامزي سببين مليون سان كورونت ويد قاعدم الكواغط هنا نطلبو الحكومة ديرنا رأي ديرنا قانون نبنو نبنو هنا في بلاسنا يتشوفنا بلاس أخرى ونبنو فيه معاناة حقيقية لعائلات جزائرية تقيم في محتشدات استعمارية في انتظار تسوية وضعيتها من طرف المصالح المعنية